اربعون بالمئة ارتفعت عمليات البناء في المستوطنات خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي وبالارقام فانما يقارب الفا ومائتي وحدة استطانية بنيت في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام مقارنة بثمانمائة وخمسين وحدة استطانية العام الماضي عملية بناء الوحدات الاستطانية في المستوطنات وزيادة المستوطنين تضاعف عدد المستوطنين من 450 في مناطق الضفة الغربية لأكثر من 600 وزيادة المستوطنات والوحدات الاستطانية لأكثر من 40% وبالتالي الآن هناك أكثر من 766 ألف مستوطن والمستوطنات تتسع إلى ميقارب مليون مستوطن في مناطق الضفة الغربية وإسرائيل تسيطر على 65% من أراضي الضفة الغربية الزيارة الإستطانية هذه اعتبرت من وجهة نظر السياسيين استمرارا لسياسة فرض وقائعة تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية الأمر الذي يتطلب الضغط على الاحتلال من قبل مجلس الأمن الدولية بعتقد أن حكومة نتنياهو تحاول فرض الوقائعة على الأرض التي تعتقد أنها استحول دون إقامة دولة فلسطينية مستخدمة متواصلة وعاصمتها الخدس هذا الأمر يتطلب سرعة إنجاز ما يتعلق بالضغط على الاحتلال من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لوضع نص مشاريع قرارات لإلسام الاحتلال وقف بناء وتوسيع الاستعمال الاستطاني وأيضا وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وبحسب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستطان فإنه تم الكشف مؤخرا النقابة عن قرار إسرائيلي يجري الإعداد له لبناء عشرات الوحدات الاستطانية في مدينة القدس خصوصا بعد أن أنهت إسرائيل مفاوضاتها حول اتفاق المساعدات الأمريكية الذي تم توقيعه مؤخرا بقيمة 38 مليار دولار أصبح الشيء الجيد في كل عام هو تضاعف الاستطاني عن العام السابق خطوات إسرائيلية ربما تتطلب تحركا دوليا للضغط على إسرائيل للتبقف عن ذلك جهد قاسم تلفزيون وطن مدينة رامالله ترجمة نانسي قنقر